لا زالت منطقة جيلب الشيوخ تعاني من الخلل الحكومي السابق والحالي حقيقتها وتقدمت في عدة أسألة للأخ وزير البلدية لما عرفت ما هو مصير منطقة جيلب الشيوخ سواء في استملاك أو في تثمين أو في إعطاء أصحاب المنازل شهادة أوصاف بحيث أنهم تحركون وتصرفون في أملاكهم وتعذر الوزير أن هناك مادة في قانون البلدية وتقول المادة 33 من قانون البلدية التي تقول يمنع على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مساحة العقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة وتقدمت بالتعديل الآتي اشتبدأ النص الفقرة الثاني من المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشارع إليه بالنص التالي كما يحضر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسحة وتحديد العقارات المخالف لنظم البناء المعمول بها ويستثناء من نص هذه المادة البيوت الشرقية المملوكة على الشيوع أي على المشاء البيوت المشاء المخالفة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللاحة التنفيذية لهذا القانون وأنا كلمت الأخ وزير البلدية وتأهد أن في حالة تقديم هذا التعديل لهذه المادة من القانون أن الحكومة سوف توافق على هذا التعديل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة